بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في حصة جديدة من حصة الطيبات من الرزق وكالعادة نقول لكم نزف لكم التحية الطيبة المباركة ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحصة اخترنا فاكهة فاكهة نقول فاكهة هناك من اللي يحطها مع المكرسرات نحن اليوم نتكلم عليها على أساس أنها فاكهة لأنها تثنحها من شجرة من الأشجار ونرحنا نشوفه باللي في المرحلة التاعها والموسم يكاد ينتهي لكن ما زال الفاكهة هذه من طفرة في السوق واخترناها لما فيها من أهمية كبيرة جدا والسبب الآخر كذلك باش نعرفوا الناس بها ونتكلم عليها ونحث عليها الناس على الأقل يأكلها في المرحلة تاعها وفي الموسم انتعها وهي فاكهة يعني العناب العناب ما يسمى كذلك بالنبق أو السدر فاكهة السدر شجر السدر أو يسمى كذلك بعض المناطق النبق يسميه هناك النبق الأخضر نبق الأخضر هناك النبق الأحمر أو النبق هذا الأحمر اللي هو العناب لنا رح نتكلم عليه اللي هو في الصورة تاعنا أولا نبدأ كالعادة نقدموا من الرئيسات قدموا خلطة نافعة اليوم أنا رح نتكلمه على رائحة التعرق تكلموا اليوم قدموا الخلطة اللي نتكلموا عليها بسبب رائحة التعرق التعرق حاشا أجال الله خوضركم يعني رائحة تكون على مستوى البيت أو تعرق أيضا الرائحة على مستوى القدمين يعني فيه من الناس يبدلوا تقاشر يبدلوا الحداية يبدلوا إلا أن تعرق الأرجل مع تلك الرائحة الشديدة والقوية والنتينة والكريه أيضا يعني تلازم الأقدام وتنغس لهم حياتهم وتقلقهم وتقلق أيضا غيرهم فاليوم نقدم هذه الخلطة كيف نستعملها أولا نخليه العناب بتعنيها يجف مليح نخليها يجف شوية يعني هنا عملية التجفيف بالنسبة للتجفيف العناب ما نحطوهش أبدا داخل كيس بلاستيكي يعني ممكن لما نشريه واه نجيو كيس بلاستيكي معليش نلاحقوا للبيت نحيه واه من البلاستيك نديره في كيس آخر اللي هنا عملية كيفاش نخبيه كيفاش نخزنه حتى بالنسبة للزجاج ما نخليه واش يتخزن في الزجاج نديره يعني إناء بلاستيكي يكون متقوب يعني في كثير التقب كثير التقب بحيث حبيبات العناب تقدر تتهوى يعني شبه شبكة يعني أو يعني نقدر نقوله إناء شبكي يعني فيه شبكة متقوب فيه كثير التقوب بشبه الشبكة نتعصيد فهذا أروع إناء يعني نقدره نستعمله أو نسميه اسم آخر سلة إن صح التعبير سلة صغيرة نحطوها نحطوها هذه العناب حبيبات العناب الداخل ونحطوها في الثلاجة اللي هنا يعني ممكن أننا نحفظ العناب بتعنا لبضعة شغور لكن ما نديروش كمية كبيرة جدا لأنه لازم يتهوى لازم يتهوى البرودة تدخلو تدخل بين حبيبات لو نديرو كمية كبيرة جدا ضربة وحدة في وقت واحد فنشوفوا أن الحبيبات تتعلى العناب يعني في الوسط لي ما تلحقاش البرودة وما تتهواش مليح هذا النوع من الحبيبات هو راح يفسد هو راح يتخمر هو راح يتأكسد يولي يضر حتى كل الحبيبات المتواجدة أمامه ويضر لنا كل الكمية فلما نديروها هكذا نقسموها لعنا كمية كبيرة نقسموها فنتحصلوا على بعض مرور الوقت نشوفو أننا حبة العناب تبدأت تكمش وهي تكون داخل التلاجة تبدأت تكمش يعني تتكمش حتى يعني لما نضغط عليها هكذا يعني تخضر حتى تصغر أنها ولما نضغط عليها نشوفو أنها جفت من الماء ما وش رايح ما يش راح تنفجر نشوفو الحبة هكذا تكمش مليح فهذه الحبيبات التي تتعالى العناب أني ناخدوش فيها وقت نحيولهم قسموهم نضغط عليهم مليح نحولهم البذورة تاعهم نحول البذرة والعظمات تاعهم نحيول العظمات تاعهم نحكمو كمية نديرو كمية مثلاً عشر حبات أو أزيد عشر حبات أو أكتر إذا كانوا صغار بزاف من هذا الحجم يعني هذا الحجم الصغير يعني هناك نديرو عشرين وحاجة قليلة نشوفوه إذا كانوا حبات كبارة من هذا الحجم نديرو عشر أو طلاش يعني نكتافي بيهم فاللهنا بعد عملية نزع عظم هذا ندرسو شوية تعشب نحكمو شوية تعشب ندرسوه مليح في المهرز نحكمو حوالي يعني 30 غرام 20 غرام تكفينا ندرسوها مليح مليح في المهرز يعني ندرسوها مليح في المهرز نضيفوها نضيفوها لهذا العناب هدايا نوضعوه في الخلاط اللي هنا نجيبو ملعقة صغيرة ولا نخلوها في المهرز خلوها في المهرز لأن الكمية كي تكون قليلة يعني ورح يتعبن الخلاط باش نتحصلو على الطاحين اللي نحتاجوها أو خلطة اللي نحتاجوها اللي هنا نضيفو لها شوية ملعقة تاقهوتها خل التفاح نحكمو نحكمو يدة المهرز ونضغطو عليها يعني نضغطو باش نمسجو بين العناب والشب مع خل التفاح نضغطو عليها مليح يعني الضغط فقط ما نضربوش لأنه يعني ما نخلطوها شو مليح نهديوها تبدأ تطير علينا فضغط قوي نتحصلو على شبه يعني نتحصلو على يمبات عجينة هذه العجينة واش نديرو بيها اللي بات هدية أتجل أغطركم أنا مكان وين كين الروائح نحطو على مستوى الإي بيطين نخلوها لبضعة ساعات لما نديروها نخلوها ساعتين ثلاثة لما الإنسان يكون في البيت مساعاً ولا يديرها والقدمين أيضاً يوضع القدمين خاصتين بين الأصابع أصابع القدمين يوضعها مليح ولا هنا بمكالة يلبس الجوارب ولا مكان يدير باش ما هي كي ما قولوا احنا ما يمرمتش الحالة يدير يغلفها بحاجة يدير شاشة باش يدير مادة بلاستيكية ساعة شي صغيرة ولا يحطوه لكن ما يغلقش كامل على القدم لأنه يبدأ يتعرق يبدأ ورح يزيد يعني ورح يزيد الطين بالله تعرق القدم بتاعه فتولي تطلع صغة تنحاله بكل سهولة فيغطيها برك باش ما يقيش التياب وما يقيش الفيراش ما يأطرشه وما يديش الفيراش فانا هنا يخليها لساعتين أو ثلاثة وينحيها فهي ناجع جداً في إزالة التعرق هذين نقص من التعرق خاصة نقص من الرائحة إضافة إلى هذا مفيدة لكن باش نفهموا منها أن العرق اللي يحمل معه رائحة كاريهة نعلم وانا باش نعرفوا برك أن هذا العرق يحتوي على نسبة عالية من السمو هي اللي تطيناها هذه الرائحة من حين الإنسان يدير حمية غذائية صحية بوغن بون ديزينتوكسيكاسيون دير عملية تنقية يعني ويتخلص من هذا التعرق بالنسبة للعناب العناب يؤكل وفقير العناب ما فيش ماشي غني بزاف يعني ما يحتويش على كتير من المواد ما يطيناش سعرات حرارية عالية فهو قلت فقير شوية لكن يمتاز كما نذكر في كل حصة يمتاز بمضادات الأكسدة التي تعطيه هذا اللون هذا يعني تعطيه اللون التاع هذا اللون الأحمر يعني هو يعني هذا المضادات الأكسدة هي التي يمتاز بها ومضادة لا ننسى أنها مضادة خاصة هذا النوع الذي يحمله هذا العناب هذا مضاد رائع جدا للسرطان مضاد جدا للسرطان لما نتكلمه نقوله مضاد للسرطان ليس هذا بأنه علاج للسرطان ما لازم نفهمه نقوله مثلا إنسان عنده مريض سرطان يلا نطيب له العناب نعم مريض سرطان نطيب له العناب صحته هنيئا مليئة خاصة أنها فكية لا تحمل نسبة عالية من السكر فتحمل نسبة عالية جدا من مضادة الأكسادة فهذا نقوله نعم بها ونعمة لكن لا يعني أن هذا هو دوتاعة لا يعني حتى العلاج العلاج تأي مرض يكون برنامج برنامج كله كامل متكامل برنامج العلاج تكله أي مرض إلا وكان يعني يمشي برنامج برنامج على المستوى النفسي يعني التعامل على المستوى النفسي وعلى مستوى عن الغداء وكل كل متكامل على جميع الزوايا والجوانب والأبعاد أنت على الحياة أنت على الإنسان فهذا هو العلاج نشوف أنه يحمل نسبة حتى وين كان فاقير يحمل نسبة من الكانسيوم وخاصة فيه فيتامين A فيه فيتامين A كذلك فيه فيتامين B B C C B A هذو ما ما ننسوش هذو ما يقوموا عملية بدور رائع بالنسبة للأعصاب بالنسبة للأعصاب استرخاء وغذاء بالنسبة للأعصاب خاصة الاسترخاء الإنسان اللي عنده التشنجات اللي عنده قلق اللي عنده فهذه الفيتامينات يعني مليحة له اللي عنده مثلا خاصة أصحاب التشنجات أصحاب القلق الدفين والضغط العالي الناس اللي يخدموا تحت الضغط عالي جدا يعني عندهم إمبريسيون زيدة شوية مليح لهم هذا النوع من الفواكه والعناب أيضا يعني مليح للحمية الإنسان اللي دي الحمية رائع جدا بالنسبة للحمية الحمية يعني بالنسبة للسعرات الحرية منخفض جدا يعني جد منخفض ولما ناكله نشعر ناكل هذا النوع من الفاكهة نشعر بالشبع نشعره بالشبع إضافة إلى احتوائي على نسبة يعني معتبرة من الفيتامين سي نسبة معتبرة جدا من الفيتامين سي ونشوفوا أن سبحان الله كل فاكهة في الموسم تعطينا المواد التي نحتاجها نشوفوا أن الفيتامين سي يعني هذه الفاكهة تسبق فاكهة الحمضيات تسبق الحمضيات فهو شهر سبتمبر هكذا كود سبتمبر يكون متوفر سبتمبر نهاية سبتمبر يكاد يعني يفقد في السوق وليما كاش فنشوفوا أن الفيتامين سي اللي يحتاجها الجسم بتاعنا ناخدوها من هذا النوع انتع الفاكهة ففيه نسبة رائعة جدا ثم يعني نشوفوا أن أبواب يعني تفتح أبواب فصل الشتاء ثم تأتينا يعني مصادر أخرى من ملافيتامين سي اللي هي ضرورية ومفيدة جدا لنا واللي هنا لو نتكلموا عن العناب الأخضر والعناب الأحمر قولوا بأن العناب الأحمر يمتاس على العناب الأخضر بالمضادات الأكسادة المتواجدة فيه لأخر فيه نسبة معتبرة أيضا من فيتامين سي تقريبا نفس الشيء الأخضر شوية زيادة بالنسبة للأحمر لكن بالنسبة مضادة الأكسادة فالعناب الأحمر يعني يمتاس بهذه المضادات التي تعطيه اللون الأحمر مقارنة بالعناب الأخضر فننصحكم بها وهي مفيدة جدا على الأقل الإنسان يقتني منها يولو كان شوية يأكلها في الموسم فهي نافعة ومفيدة للصحة ونشوفكم في حصة أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا